أهلا بكم تدمير مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية دبابة تركية وأسقاط مسلحي هيئة فتح الشام طائرة حربية روسية حدثان ربما مهدى الأرضية لتصعيد المواقف بين القوى المؤثرة في الحرب السورية أخيرا لكن هذين الحدثين المباشرين يعدان صغيرين مقارنة بأحداث كبيرة قد تقع إن ترجمت موجة التهديدات المتبادلة في عموم المنطقة فما نقلته وكالة رويترز عن قائد فيما سمته التحالف العسكرية الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد ليس عابرة إذ تحدث عن نشر الجيش السوري دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات على جبهات حلب وإدلب ما يغطي المجال الجوي للشمال السوري وهو مجال تنشط فيه الطائرات التركية أخيرا وطائرات التحالف التي تقوده واشنطن اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة بالعمل في سوريا ضد روسيا وتركيا وإيران ليس تصريحا عابرا أيضا كما أن مطالبة وزير خارجيته مولود شويش أوكلو بسحب القوات الأمريكية فورا من منبج تصب في السياق نفسه وهو تصعيد في خضم تعثر العملية العسكرية التركية في عفرين وإذ تستمر الغارات الإسرائيلية في محيط دمشق بين فترة وأخرى تبرز الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى الجولان السوري المحتل وتحذيره من اختبار قوة الجيش الإسرائيلي نتنياهو يتحدث من جبهة يعرف أنها ستكون جزءا من أي معركة مقبلة بين إسرائيل ومحور المقاومة ولهذه المعركة احتمال استراتيجي مرتبط بوضع القدس واحتمال تكتيكي يمكن رصده في شرق المتوسط وعند الحدود اللبنانية الفلسطينية ففي شرق المتوسط أعطى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الغطاء السياسية للقوى العسكرية اللبنانية لمواجهة التعدل الإسرائيلي على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر ولبنائها الجدار الفاصل على الحدود هذه المعطيات التصعيدية على خطورتها لا تعني حتمية اشتعال المنطقة إذ تبرز عناصر مساعدة على التهدئة كالوجود الروسي وعناصر أخرى مساعدة على لجم أي قرار إسرائيلي بشن الحرب كأعلان قوى المقاومة في المنطقة قرارها بمواجهة أي عدوان إسرائيلي في لبنان أو فلسطين مجتمعة